مرحبا بكم جميعا أيها لحبه الكرام أيها الجمهور الطيب المبارك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا وأن يكتب لنا ولكم الخير وأن يجعلنا ربنا من المتعاونين على البر والتقوى تكلم النبي عليه الصلاة والسلام فيها حاديثة كثيرة عن سعة رحمة الله جل وعلا ومن ذلك أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان جالسا مع أصحابه يوما بعد معركة حنين والطائف وتعلمون بعد نهاية المعركة لا بد أن يكون فيه نوع اضطراب بين الناس هذا ضائع وهذا مأسور وهذا قتل وهذا طفل قد ضيع أهله فرأى النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الأطفال والنساء الذين خرج بهم أهلهم إلى القتال فقتل آباؤهم أو أسروا ثم جاء المسلمون وجمعهم في مكان واحد ليطعموهم ويحسنوا إليهم ثم يرى النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك الشأن فيهم رأى النبي عليه الصلاة والسلام من بينهم امرأة تطوف على الأطفال وكلما رأى الطفلا رفعته إليها ثم نظرت إلى وجهه ثم ردته إلى مكانه فأيقن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه المرأة تبحث عن طفلها فجعل يتأمل في حالها وهي قد اشتد شوق الطفل وشوقها وعظم كربه وكربها وزادت حاجته وحاجتها يكاد ثديها أن يتفجر من اجتماع اللبن فيه تبحث عن وليدها وبينما هي تبحث في شدة الشمس والرعب والخوف فإذا بها تجد صبيا فترفعه إلى وجهها ثم تنظر إليه ثم تضمه إلى صدرها وتلقمه ثديها فرأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا المنظر ثم قال لأصحابه أترون هذه تتوقعون أن هذه المرأة أترون هذه طارحة ولدها في النار قال الصحابة لا لا يا رسول الله والله لا تطرحه في النار وهي تقدر على أن لا تطرحها معقول تطرحه كيف تطرحه وقد ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها وعشقته وأحبته وتعلقت به معقول أم تحب ولدها هذا الحب ثم نشعل نارا فتأتي وتضعه في النار باختيارها لا والله يا رسول الله لا تطرحه في النار وهي تقدر على أن لا تطرحه فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها نحن أيها الإخوة والأخوات نتعامل مع رب جليل عظيم قال عن نفسه إن رحمتي سبقت غضبي نتعامل مع رب لما وصف رحمته قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء نتعامل مع رب يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أباني يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها لغفر ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة يا أحبابي نحن لما نتعامل مع ربنا بهذه المشاعر أنه رب رحيم غفور كريم يدفعنا هذا إلى الإقبال عليه يدفعنا إلى عدم سوق اليأس إلى الناس من رحمة الله أنت بل تقول لواحد أنت لن يقبل الله توبتك أنت ذنبك عظيم لا لا تقنط من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور رحيم أسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا وأن يسوق الله تعالى إلينا رحمته ومغفرته وأن يدخلنا ربنا جل وعلا في ضمن المحسنين التائبين إليه سبحانه وتعالى